قد تتسبب الغوض المالية الكبيرة والمتزيدة التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيدرة ميليشيات الحوثي إلى الانفجار في يوم ما جرى عدم القدرة على الصمود والتحمل ونفاة الصبر من ضيق الحال وقلة الحيلة منظمة تقييم القدرات كشفت أن جزءا كبير من اليمنين يعتمدون على آلية تكيف سلبية في تقنين الغذاء جرى انقضاع مرتبات الموظفين منذ أكثر من أربع سنوات والنقص الحادي في السيولة واستمرار الحظر المفروض على أوراق النقدية الجديدة في مناطق الحوثين كل هذه الضغوض وغيرها أحدثت تغير ديمغرافيا كبيرا تمثل بارتفاع عملة الأطفال والزواج المبكرة والجرائم الجسيمة والهجرة غير الشرعية والطرار الأسر إرسال أطفالها للقتال في الجبهات الذين تغريهم ميليشيات الحوثي بمنح مرتبات ضئيلة حتى وإن كانت على حساب فقدانهم لحياتهم انخفاض الداخل بلو انعدامي في حالة كثيرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراكم الديون أدى إلى خفض القوة الشرائية ودفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر حتى وصل الحال إلى وجود أسر لا تعرف من أين تأتي بالوجبة القادمة لتصنف الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن بالأسوأ على مستوى العالم تقرير منظمة تقييم القدرات ذهب إلى أن الحرب الاقتصادية الداخلية التي تقود وميليشيات الحوثي تسببت في تضخم العملة وزيادة المضاربة والضغط على الريال ما أحدث اختلافا وفوارق في أسعار السلع بين صنعى وعدنة ليعزز انقسام النظام النقدية وبحسب خبراء اقتصادين فإن هو أمير الفساد من قيادات ميليشيات الحوثية لا يهمهم ما يتجرع المواطن في مناطق سيدرتهم بقدر ما يهمهم تحقيق الثراء على حساب الملايين من البصداء الذين تقطعت بهم السبل ووصولهم إلى درجة العجز الشديد والإعاقة المالية التي شلت حركتهم وجعلتهم رهناء الجوع وانتظار ما تجود به عليهم المنظمات الدولية من مساعدات والتي هي الأخرى لا تسلم من القرصنة الحوثية